يعني وإحنا متكلم عن صندوق النقد الدولي متكلم دايما عن مؤسسة دولية كبيرة مسؤولة عن تقييم أمور كتير في الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي مسؤول عن قرارات مهمة جديد كتيرة مرتبطة بالاقتصاد العالمي وعشان كده زي ما يعني كنا بنقول أنه بيبقى بالنسبة لنا دي حاجة كبيرة أوي هل نقدر نوصل لها؟ الحقيقة هل نقدر نوصل لها؟ نقدر نوصل لأعلى الأماكن فيها والخبر اللي بيقول لنا أنه دكتور محمود محيد دين تم انتخابه بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر ومجموعة من الدول العربية اللي بتتضمن كل من مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق واللبنان واليمن بالإضافة أيضا إلى المالزيف دكتور محمود محيد دين يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم لهذا الترشح ومساندة الحكومة ومساندة البنك المركزي المصري أكد أنه عمله يكون منطب على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدفها الاقتصادية والتنموية من خلال سياستها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة بتشهد تحديات كبيرة جدا للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية أيضا تأثيرات تراجع معدلات النمو وتشغيل وزيادة المديونية مصر احتفظت بالمنصب ده من خلال انتخاب دكتور محمود محيد دين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد خلفا لدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللي كان بيشغل هذا المنصب وانتهت مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر